الله الذي أعان بفضله الأقدام الساركة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة أحمده سبحانه وتعالى على الأمور اللذيذة والشائكة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس له ذليلة ذليلة عانية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرًا وعلانية صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة وعلى عثمان موفق الأموال المتكاثرة وعلى عمر وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة وعلى بقية الأصحاب والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما أما بعد إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات فهذا هو القطف من القطوف الرمضانية والذي هو بعنوان حكم قيام رمضان لقد شرع الله تبارك وتعالى لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نصيب من كل منها بنصيب ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب ولألا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب جعل سبحانه وتعالى منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال وجعل منها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال ومن تلكم العبادات الصلاة فقد فرض الله منها على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة خمسا في الفعل وخمسين في الميزان وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الواحد الديان وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكمينا لهذه الفرائض ومن ذلك صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها فقال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يا رجال الليل جد رب داع لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد قيام الليل دأب الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضب الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمدي وقال حسن صحيح صلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر من قام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله تبارك وتعالى واحتسابا للأجر أن يحتسب الإنسان لا يتضجر لا يتضجر الإنسان عندما يذهب إلى صلاة التراويح يتخير القارئ الذي يخشع معه ويكون في طمأنينة ولا يتضجر ولا يقول الإيمان أطال وتبدأ التعليقات هذا كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين واحتسابا طلبا لثواب الله لم يحمله على ذلك لا رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاء ولا يتذجر قيام رمضان أيها الأحبة شامل للصلاة في أول الليل وآخره وعلى هذا فصلاة التراويح من قيام رمضان فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها وما هي إلا ليالي معدودات والله ما هي إلا أيام معدودات ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها ولماذا سميت التراويح بالتراويح سميت لأن الناس في الزمن الأول كانوا يطيلونها جدا فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا حتى كان السلف الصالح يطيلونها كما في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين ما معنى بالمئين؟ يعني مئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها ولا ينصرف المسلم من صلاة التراويح حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله ويجوز أيضا للنساء حضور صلاة التراويح بشرق ألا تخرج متبرجة ألا تخرج متزينة ألا تخرج متطيبة فتذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى بحجابها الشرعي وتنال الأجر والثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم لكن كما قلنا يجب علينا أن نستحذر عظمة الله عز وجل في عباداتنا نستحذر العظمة الله تبارك وتعالى في صومنا نتعبد ونستحذر العبودية في قيامنا بين يدي الرب تبارك وتعالى وعلى الإنسان أن إذا كان أبناؤه صغار يحصل بهم التشويش في المسجد فالأفضل أن لا يصحبهم وإذا صاحب أبناءه عليه أن يمنعه من التشويش على المصلين بارك الله فيكم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال ونسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد كما نسأله أن يجعلنا ممن قام ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وإلى لقاء